و اهلا بكم اصدقائي مرة ثانية من lucky pot of quality عندك مشكلة عنيدة وماذا تنحل مشكلة كل ما تحلها ترجع لك مرة ثانية اذا اي حان الان الوقت اللي تستعمل واحدة من ادوات الجودة المشهورة اليابانية اللي اسمها 5Y اللي تستخدمها تيوتا وما زالت شركة تيوتا تستخدمها بما تطانعها لحد الان واللي هو تكنيك بسيط جدا هو شلون تسأل خمس مرات على موت توصل لجذور المشكلة وليس اعراض المشكلة ولكن الها شروط بالبداية خلوني ارحب بكم اهلا وسهلا بكم في قناتي lucky pot of quality معكم سندوس خبيرة الجودة وسلامة الغذاء اشرب بحضوركم في قناتي تفادون منها قناة مختلفة نوعا ما خاصة بسلامة الغذاء والجودة بانه تسأل على المشكلة خمس مرات الى ان توصل لجذور المشكلة مثلا خلي نطرح اسئلة من هاي الاسئلة العامة وانت حط ببالك تقدر تستخدمها لأي مشكلة عندك ولكن من شروطة بانه تكون مشكلة specific يعني مشكلة انت تعرف شنو متخصصة مثلا واحدة من هاي المشاكل وصلتك شكوة زبون وانت صاحب شركة توصيل هاي الشكوة تقول بانه وصل الطلب متأخر فانت ترجع تسأل خمس اسئلة ليش الطلب متأخر هيقول لك مثلا استلمت العنوان خطأ ترجع تسأل ليش استلمت العنوان خطأ بانه الشخص اللي اخذت منه العنوان هو من الشركة اصلا ما يعرف العنوان طيب ترجع تسأل هو ليش اصلا ما يعرف ما يعرف لانه متلقة تدريب ترجع تسأل هو ليش اصلا متلقة تدريب التدريب لانه الشخص اللي كان مسؤول عن هذا الموضوع ترك العمل ترك العمل بسرعة بدون ما يعطي اي شرح او اي تفاصيل وبذلك احنا جبنا شخص ما يعرف بالموضوع وصارت لنا هذا الخطأ خلاص انت عرفت هسه جذور المشكلة بانه عندك هذا الشخص غير مدرب فهاي مسؤوليتك تبدي تحط الخطة بانه شون تدرب هذا الشخص انت حط ببالك هذا النوع من التول او هو مو فردي هو لازم تسأل بي هو لازم تسوي اجتماع للاشخاص المعنيين والمسؤولين بهذا الموضوع حتى وان كان عن طريق الانلاين باي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بانه تسوي اجتماع بكل الافراد اللي هما واقعين بنفس هاي المشكلة اللي علهم علم بهذا المشكلة لا تجيب شخص هو سامع عن الموضوع ومو ضليع بهذا الموضوع وتجيبه لانه ما حينطيك الفائد المرجوع يعني مثلا اذا انت كنت شخص بمعمل او بمؤسسة صناعية واحدة من خطوط الانتاج انكسر بيها سير او واشر انت مجيب الشخص اللي هو المدير اللي هو ما لعلاقة او ما يعرف بهذا الموضوع ليش انكسر هذا السير لا انت تروح تدعي للاجتماع الشخص اللي واقف على خط الانتاج الفني المهندس الموجود اين كان الشخص اللي واقف على خط الانتاج هذا اللي يعرف بالتفاصيل وشنو يقولك على حجم حتى المليمات بانه هذا الواشر خمسة مليم احسن من تسعة مليم لانه اذا تحمل ضغط ما حينكسر بس هذا اللي انتو جبتوه من هاي الماركو من هاي النوعية ما يتحمل فحتكون المعلومات عنده بدراية ويعرف شلون شن هو الانستاب بهذا المكان اللي تجيب الشغل هو مجرد وراء الكمبيوتر ويستلم التقارير هو مضليع بالمشكلة ما حيفيدك الاجتماع يكون كل الاشخاص اللي لهم علاقة بالموضوع هو مثل ما قلنا هو متصنيف فردي هو عمل جماعي انا مو تقدر تسأل الاسئلة بس انت مهمتك اذا انت قائد هذا الاجتماع بالمناسبة هو ما لها شروط بانه انتو تكون قائد الاجتماع او لها خصائص معينة او لها مميزات معينة لا اللي مطلوب من عندك بسئلك القدرة او اي شخص الا القدرة بانه يسأل الخمس اسئلة اللي تكون في صلب الموضوع يعني لا تشعب بالاكثر من خمس اسئلة عفوا هي ممكن تكون اكثر من خمس اسئلة بس من ضمن هذا الموضوع يعني اعرف اش وقت تتوقف عن الاسئلة اعرف بانه انت من مصلت لمرحلة حصلت بيها الاجوبة وصلت لجثور المشكلة اعرف اش وقت تتوقف لانه كل مشكلة هي مختلفة عن الاخرى لا تحاول توصل لتسأل اكثر من اسئلة بحيث تضيع وتدخل بمشكلة اخرى لا خليك محدد وهذه المشكلة فقط بس هو سلاح ذو حدين يعني ممكن يكون جدا جدا مفيد وممكن يدخلك بمتاهات فانت خليك بالاسئلة المحددة وحاط ببالك شنو هي المشكلة اللي تطلبها بالاجتماع خلي شخص اخر ايضا يكتب الملاحظات اللي اصطير يكتب بانه شنو المشاكل اصطير والحلول مالتها والcorrective action شو اصطير ومنه الشخص المسؤول وتحددون تواريخ وتحددون الاشخاص اللي سووها هذا الشي حينكتب وينطبع ويتوزع لكل الاشخاص بعد الاجتماع حتسوي عليها فلو اوب وحتسوي عليها يعني متابعة وبعدين تعملون اجتماع مرة ثانية من اجل ان تنحل هاي المشكلة هي هاي الخطوط هي هاي الاشياء المهمة اللي لازم تسويها اذا كنت انت حاب تستخدم هاي التقنية 5Y طبعا هي لها فورمات او استمارة محددة انا سويت ويبسايت وحطيت به هذا الفورم مجانا لاي شخص يريد هو يستغله لاي شخص هو يريد ينزله واذا انت بشركة ممكن تنزله وتحط اللوغو للشركة وتستفاد من عنده السبب اللي خلاني اسوي هذا الويبسايت لانه ناس تطلب مني بانه على فورمات لاشياء مختلفة اللي تابع على الايسو واللي تابع على الفو سيفتي الناس التي تشتغل بهاي المواضيع تعرف بانه هذا العمل يطلب استمارات كثيرة ويطلب جداول عديدة فكل ما شخص يطلب مني احير شون ادزلياها على الماسنجر ما يصير لازم على الواتساب الواتساب الى قدرة تحميل معينة المهم فقررت والناس اللي حابة تستفيد من هذه المواضيع بانه انا سويت ويبسايت و تكون متجمعة بكل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع الويبسايت هو اسمه لك القناة مثل اسمه القناة مثل اللي هو على الفيسبوك فحيكون مفيد لاي شخص اريد يستفاد واللي يريد يرجع على معلومة معينة اللي اقولها بالفديوهات حيلقها بالويبسايت بالموقع مع كل المصادر مع كل الفارمات مع كل شرح للموضوع ابتداء إن شاء الله من موضوع 5Y فهيكون هو أسهل لأي شخص يريد يستفاد من هذا الشي ويريد ينزل المعلومات اللي يحبها واللي يريدها وبطريقة سهلة يتفضل الويبسايد وأهلاً وسهلاً بكم شكراً جزيلاً لحضركم وأتشرب فيكم دائماً شكراً جزيلاً ومع السلامة